موسيقى السلام عليكم مأساة مستمرة ومعاناة طويلة العالقون في حي الزهراء يدخلون عامهم الخامس من البؤس مائة وعشرون أسرى هم كل من سبقى من سكان حي الزهراء الشرقية والغربية الذين كانوا قرابة ألفي أسرى نزحوا جميعا وبقي من عجز عن النزوح بانتظار بارقة أمل بانتهاء الحرب أو التفاتة من الجهات التي حملت على عتيقها مسؤولية إغاثة المتضررين من ظروف الحرب مشاهدين الكرام عدسة برنامج لست وحدك زارت حي الزهراء والتقت ببعض من بقي فيه من السكان نستمع إليهم في الفيلم التالي ومن ثم نعود نحن الآن في حارة الزهراء الشرقية وحارة الزهراء الغربية الواقع بخط النار منذ بداية الحرب إلى الآن فنحن هنا بين فكي كماشة يعني بوسط منطقة حربية مما اضطر كثير من السكان إلى النزوح حيث كان عدد السكان في هذا الحي ألف ومئة وثمانية وثمانين أسرة العدد الإحصائي حسب الإحصائيات أو المسأة الإحصائية قبل الحروب بأربع سنوات ونحن يعني بخط النار هنا كل حاجة ما توصل لناش بسهولة بصعوبة الحمد لله معنا قل يعني واحدين يسير بقاهو يعني يقل قاهو ببيته ولا يسير سلم إيقارة نحن قال الإيقارة غالي وهذا نزحنا رقعنا مكاننا يعني الإيقارة زيادوا الإيقارة وهذا غالي شغلي معلم ألمنيوم قد شغلي وتعورين بناتي الثنتين بقضايفها وينو الوضع كل عندنا ما فيش حركة في العمال أو شي أتوقف بسبب الحرب الورشة في الحوبانت وقفت البداية ما فيش حركة ثمانية شهور طلعت إيقارات ديونه تقفلت والأنفقتل الأخير نحقي كإنسان أن الدولة تخرجنا إلى ملاقع توفر لي الأمان ما دم قالت هذه المنطقة ساحة حرب أو فرضت عليها ساحة حرب لابد أن توفر لي الملاقع يعني أقل ما يمكن فإن لم توفر لي الملاقع توفر لي الخدمات الأساسية التي تحافظ على بقائع الحياة لكن هذه الأشياء لم توفر لنا فاضطر المواطن أن يقوم بإقراءات بسيطة لعله يحافظ على الرمق حياته نلغذاء من السلال من كل حاجة شهداء بالحالة دي منك مش نطلع من القرص منك مش نضوي ما فيش لاغضو على في حاجة لحنا نضويبنا بعدك ألقيها كلما ضروب بعذا بالذوب وشهيد بعذا شهيد وعنا شهيد وابني مصع ما هينا نسير لا نسكين أخراج ولا ما عنا نسل أني وصلنا للقراء ما نشاء على المواصلات الطريق مقطوع إن شاء الله يوقفوا لا نسكين أخراج ونندخل إنه نشر دعيالنا وبناتنا أو نقلان راهنا لرؤونا من المواصلات إنه لقلنا شي نخراج أربعة ألف وردك أربعة من هنا ثمانية ألف اللي حقى المواصلات لقلنا نسل للقراء أكثر من مئة ألف ثلاث من نحل كان أشتمون ما قد نروح لبالليل إن شاء الله مياه وخمسين ألف حقا السيارة المواصل نزوره رجعنا بطلنا نزع أغلب السكان فلم يتبقى إلا حوالي بالزهرة الغربية الشرقية 66 والزهرة الشرقية 88 أسرة هؤلاء الذين بقوهم أفقر الناس لأنه من كان لديه قدرة على النزوح نزح إلى القرى نزحه إلى المناطق العاملة بقت هذه العدد البسيط من السكان الذين هم على خط الفقر أو تحت خط الفقر لا يقدروا حتى ما ينقلهم إلى الحالة الأخرى فاضطروا أن يبقوا في هذا المكان لكنهم بقاءهم كلفهم الكثير أقتنطون أثنين قدامي هناك بيتنا مضروب ما في الشغل أزواقنا رقد بالبيوت نحن حالة نحن حالة فقايا حتى أقول الله معنا القدر النوم فقدوا أحباءهم قرح كثير من أطفالهم ونساءهم صار بعضهم يعانون من الحالات النفسية والاضطرابات النفسية بسبب الخوف والقلق الشديد الناتق عن القذائف المرعبة الناتق عن القنص وآثار الدماء التي شاهدوها عندما يشاهدون الناس أو قثث الآخرين متنافرة في العرض عندما يعيشون الضلام الدامس طوال الليالي هذه الخمسة السنوات لأنهم محرومين حتى من أضاء بسبب القناص الذي لا يترك إضاءة إلا وضرب عليها إلا إذا كانوا يعيشين في البدروم أو في الغرف الداخلية التي غير المشرفة على مناطق خطوط النار هذا كلفهم عن قانب نفسي السنة خامس نحن بينه عادهم منهم نزحوا معني والله بين الضرب حتى ما نزحتوا مكان ولا حتى سرنا مكان إنه نقلس بين الضرب أقان القذائف لا فوق وابني عريس إنه إحنا قلنا نمعت القذيفة قال السير المحتاد هو بغرفة ما هو فقاع قلنا نتعلق معنا قدشت أن نتعلق من الفقاع كذلك عانى كثير من الأطفال من حرمانهم من التعليم لأن الآباء غير مستعدين ضحي بإبنه وبحاتي ابنه فيقول لها قدو يقلس بالبيت أشوف ابنه وحافظ عليه أفضل ما يروح يدرس وفقد حياته وخاصة الفتاة يعني منعين حرمين من التدريس بسبب هذا القنص كثير من الأطفال صاروا يتبولون من شدة الخوف وقبل رغم أنهم كانوا لا يتبولون هذه ناتجة الخوف كثير من النساء أقهضن يعني بسبب هذه الحروب الخدمات إلى هذه المنطقة يعتبر منعدمة كل شيء كلهم نشتون إن شاء ما إن شاء سلال إن شاء غذان إن شاء ديفان إن شاء كله وقف الحرب إن شاء الله ربي يطفعهم عندهم إن شاء الله يوقف يوقف الحرب يخلونا نخرج نضخل عيالنا مشردين أزواقنا رقد ببيوت فمثلا هذا الساتر كان هذا ممر للسكان يقطعون هذا الشارع عندما يذهبون إلى السوق أو عدون أو من يروح إلى المدارس كان هنا من مار القناص على طول قنص وتمشي وانت بروع بخوف شديد يعني تمر تقول ربما الآن قناص يدوق هذا الشخص ففعلنا هذا الساتر وهذا البرميل الخزان دليل على القنص شوف كما مخرق الخزان هذا هذا دليل على شدة القنص فاضطرينا أن نفعل هذا الساتر ليمر المواطن من هنا وهو يش آمن فأن هذا الساتر فكان يضرب من تحت الساتر الفراغ هذا يضرب من تحته فاضطرينا أن نفعل هذه الأترباء من أقل الطف ليمشي على المرأة تمشي هذا من جزء الحلول ما فيش للمنظمة تزورنا أقامر منظمة لونة ولا أندلنا حاجة ما معانا ذل ما ذح أندلنا معانا العلمية كانت الماء تكلف الإنسان قطرات حياته القطرات تكلف الإنسان حياته وبحث عنها فاضطرينا أن نمد أنابيب من قبل الشماسي إلى وسط الحارة إلى أسفل حيث أنه ما فيش عندها مواصلة تنزل مقطوعة الخطوط بسبب الحارة فيأتي أصحاب البوابير إلى قبل الشماسي ثم يدرقون حقهم البيب بالبيب الذي جهزناه إلى وسط الحارة ثم يقومون الناس بوسط الحارة باستقبال هذا الماء لكن هذا الماء لا يكفي لا يغطي المواطن ينطي لك زفات وحينا نقطع عنك لأنه من طريق السبيل فاعلين الخير أما كجيهة رسمية ملتزمية بهذا الأمر غير موجودة والبنات تعوراً جب الملك أوثر قادت تنتين قضائف تعوراً تنتين البنات واحدة يصيبت بشظائف الظهر والسكنات والسقوط في القدم بالعصاب من العملية ومكانه السقوط ما زال موجود والثاني في بشظائع بعدم باقية فدية الذات وفلا فوق العرب والتعوير حق القدم سبب لأهلام شوي ذا تحملت حالها ثقيل هذا الموضع هذا الحي معروف أنه قوانين الإغاثية الدولية وقانون البنك الدولي يقول من هم بخط النار تقدم لهم المساعدة تلقائياً بدون الخضوع لأي معايير بحكم أن حياتهم معرضة للخطر ولا يوجد معيار أكبر من أن يتعرض الإنسان حياتهم للخطر لكن المنظمات أو العامل من المنظمات أو شركاء في المنظمات يقهلون هذه المعاناة أو يتقاهلون ليس يقهلون وإنما يتقاهلون يقول لك أنت بخط نار فإن يسقلون كشوفات يسقلون إغاثات يوثقون عن إغاثات لمال للنازح النازح يا أخي هذا كان عنده أنا مع النازح لكن معه قدرة من المال أو مساعدة ساعده على الخروج فهذا قد تعدى مرحلة الخطر على حياته فقالهم مرحلة خطر القوع لكن الذي بقى في هذه الحارة ما عوثي الأخطار موجودة كلها الخطر الخوف على حياته الخطر المقاعة خطر الأمراض الموجودة خطر الآثار النفسية التي تترتب على وجوده بهذه الخطوط لكن تجدهم يغفر ويقول لك نحن نسقل النازحين هذا خرقه وشيبقى نازح وفر له وسائل النزوح وفر له المأوى وشيبقى من قبلة النازح لكن ما أبقى وإننا إليه الفقر وإلا ما فيش إنسان على وقه الأرض يحب أن يعيش في مناطق الموت في مناطق الصراع في مناطق النار خططه النار ما عدرينش إننا نحن خططه النار ما ينسكش وننزل وما نحن في دراء أو نعده نعذك الشيك عده نندل لهم لكن إحنا ما نقينش الإنسان خلق بطبيعته محبا للسلام محبا للأمن محبا للإستقرار الحياة العدوانية هذه حياة الوحوش الغابات فنحن نتمنى أن تتوقف هذه الحروب بحيث إنه قد طالت عن مداها وإذا كان لها أهداف نبيلة فإنها لن تطول هذه المدة لكن أهدافها كما نرى غير نبيلة يعني وصلت إلى مرحلة توقف في مناطق معينة أو عدم التقدم هنا دليل نوعيش يتحكم بها من يريد أن يسفك الدماء من يريد أن يشرب من يريد أن يقعد المنطقة منطقة ومقاعة لأهداف لا نعلمها فلذلك نحن ندعو كل من له بصمة سلام سواء كانت جهة مجتمعية أو كانت جهة سلطات محلية أو كانت من السلطات دولية أو مصرحين أو أي جهة لها يد في بصمات السلام أن تسأل لتوقف هذه الحرب بأي شكل من الأشكال فالتنازلات في هذه الحرب أفضل من إيش من المآسى التي لو رأيت كل بيتا لرأيت لكل فرد داخل المنزل معسى بمفرده ليس كأسرة فقط وإنما كفرد داخل الأسرة لديه معسى وهذه المأسى حتى لو انتهت الحرب سنظل نعاني منها لفترات طويلة سكان حي الزهراء صاروا قسمين كل قسم يعيش ألوانا من التعذي والمعاناة العالقون مهملون والنازحون النازح على حسابهم الخاص وأغلبهم يعيشون في بيوت يدفعون إيجاراتها بينما بيوتهم مشرعة أبوابها للرياح والرصاص والقناصة واللصوص ومشاريع الإغاثة يرون منها استمارات الرصد ويسمعون عنها جمع التبرعات وتدشين المشاريع ثم لا يصلهم من ذلك شيء مشاهدين الكرام للحديث عن قضية المتضررين من وقوع منازلهم في مناطق عمليات عسكرية موضوع حديثنا مع الناشط الحقوق طارق سرور ينضم إلينا من مدينة عدن مرحبا بك معنا سيد طارق مرحبا أختي الكريمة ومرحبا بمشاهدي قناة بالقيس كناشط حقوق متابع لهذه القضايا هل تتوفر لديكم إحصائية عن المناطق المتضررة من آثار الحرب وأيضا الحرمان من المساعدات نعم أختي أكثر المحافظات المتضررة أو المناطق العالقة أو مناطق ما يسمى مناطق التماس مناطق الحرب التي تقع ما بين الميليشيا والشرعية تأتي في المقدمة محافظة تعز ثم بعد ذلك محافظة الحديدة ومن ثم محافظة الضالع ومأرب وحتى الجوف أهم المناطق في محافظة تعز المنطقة الغربية منطقة مدرس حذران الدمينة الصياحي شارع الثلاثين وتمتد إلى جبل حبشي وأطراف الوازعية جبهة ما يسمى بجبهة الكدحة ومعظم سكان هذه المناطق للأسف الشديد صاروا نازحين والقليل الذي لم يستطيع الخروج ظل عالق في هذه المناطق يعاني بشكل يومي من نيران سواء الشرعية أو الميليشيات أو الميليشيات المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية أيضا في تعز منطقة الشقب إلى الروضة مرورا بمنطقة صالة وجهة الدمينة المنطقة الشمالية تمتد من الروضة إلى عصيفراه وجبل الهشمة المنطقة الجنوبية في تعز تتمثل في مديرية حيفان والسلو ثم تأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية محافظة الحديدة وأهم المناطق في محافظة الحديدة المدينة مديرية الحواك ومنطقة منظر وثم مديرية الدريهمي والتحيطة وحيس ومعاناتهم مستمرة بشكل كبير حتى محافظة مأرب منطقة ميجزر ومنطقة السرواح الضالع في منطقة الفاخر ومنطقة بتار لحج المقاطرة وحتى في الجو في جبهة المصلوب هذه تقريبا أهم مناطق التماس على مستوى محافظات الجمهورية نعم سيد طارق هذه المناطق عانت من الحرب خمس سنوات من النزوح وأيضا عانت من الحرمان من المساعدات الكافية كيف تعلق على هذا الأمر للأسابة الشديدة أختي الكريمة وضع العالقين وضع مؤلم ووضع محزن ووضع سيء بشكل كبير جدا يعانون الأمرين وهم واقعون بين فندان الميليشيا ومطرقة الشرعية وإهمال المنظمات الدولية هذه المناطق التي تعاني بشكل يومي ويكون منها الضحايا بشكل يومي وتوقفت الحياة فيها بشكل عام وضحايا الألغام لا يتوقفون إغلاق المدارس إغلاق الأسواق توقف الحياة بشكل عام توقف مصادر الرزق وصاروا فعلا يشكلوا معاناة إنسانية كبرى في ظل حرب لا أخلاقية من قبل سواء الميليشيا وهي قدها ميليشيا وأيضا من قبل الشرعية أو طيران التحالف حتى في فترات سابقة بالإضافة إلى إهمال المنظمات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي والذي من أهم مهامه توفير الممرات الآمنة وحماية السكان المحليين في مناطق التماس بموقف اتفاقيات جنيف والتي أيضا موقعة عليها اليمن ويجب أن يتحمل الصليب الأحمر والمعظمة الدولية مسؤولية حمايتهم للمواطنين المدنيين في هذه المناطق سيد طارق هذه المدة الطويلة وأيضا الارتباك الظاهر في إدارة الملف الإغاثي برأيك ما هي الأسباب؟ هل هي ناتج عن عجز على إدارة القائمين عجزهم عن إدارة هذا الملف؟ أم هل هو فساد في آلية توزيع هذه المساعدات؟ للأسف الشديد كلا الأمرين كلا الأمرين فساد وعجز حقيقة ملف النازحين وملف الإغاثة ملف دوشجون وملف فيه كثير من الفساد وكثير من العجز ملف يجب أن يخجل منه مسؤولية الشرعية بالدرجة الأولى هذا الملف الذي يجب أن يكون نعم جنبا إلى جنب بجانب الملف العسكري والملف الحربي ومرافق للحرب وبموقبه شكلت بقرار رئاسي اللقنة العليا للإغاثة وعطيت لها كافة الصلاحيات بهدف إيصال المساعدات وحماية النازحين وحماية العالقين والتنسيق للمنظمات الدولية ولكن للأسف الشديد مرور خمس سنوات واللقنة العليا للإغاثة من فشل إلى فشل وللأسف الشديد لم تصل إلى معظم مناطق النزاع لم تصل إلى معظم مناطق النازحين سواء على مستوى الشريط الساحلي على مستوى منطقة تعز على مستوى منطقة عدن ولاحج وأبيان أيضا في مأرب والقوف فالوضع مؤلم ثماما ومخجل ونقطة سوداء في الشرعية وتتحمل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام هذا المجتمع القانون خولها تخويل كامل بممارسة عملها بشكل كامل لكن للأسف الشديد لم نرى حتى هيكلة لهذه اللقنة لم تعمل لها فروع على مستوى المحافظات لم تنسق مع الوحدة التنفيذية للنازحين في مجلسة الوزراء هناك فساد كبير أيضا من أهم أسباب هذا العجز هو عدم وجود رابط ينسق بين هذه الجهود هناك أكثر من جهة تدعي مسؤوليتها للمنظمات أو مسؤوليتها لرعاية النازحين خمس جهات في الشرعية للأسف الشديد تدعي مسؤوليتها تنظيم هذه العملية ولا جهة تعمل هذه الجهات ممثلة بوزارة التخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية باللقنة العليا للإغاثة بالسلطات المحلية بوحدة النازحين وللأسف الشديد لم يقدموا شيئا للنازح والمواطن لا علاج لا مخيمات بالمواصفات الدقيقة لا مخيمات تكفي العدد النازحين لا تأمين ولا تهيئة لاستيطان واستيعاب النازحين في مناطقهم الجديدة من المعروف بأن إيواء النازحين يتم عبر ثلاث خطوات الخطوة الأولى تأمين انتقالهم إلى مناطق آمنة الخطوة الثانية استقرارهم في المناطق الآمنة وتأهيلهم بما يمكنهم من العيش والتعود على الحياة الجديدة والخطوة الثالثة تتمثل في التهيئة لعودتهم إلى مناطقهم للأسف الشديد هذه المصفوفات الدولية غائبة عن كل هذه الوزارات عن اللقنة العليا للغاثة عن كل هذه الجهات التي تدعي بأنها مسؤولة وللأسف الشديد المنظمات الدولية أيضا تلعب دور كبير في هذا الفشل والسبب بالدرجة الأولى هو عدم ضبط الشرعية لهذه المنظمات عدم مراقبتها عدم محاسبتها بالتالي مما أدى لأن هذه المنظمات تعمل بشكل أكبر للأسف الشديد في مناطق الميليشيات في مناطق العوثة ولا تعمل في المناطق المحررة إلا بما يساوي 20% من جهودها برأيك إذن لو تم إلزام هذه المنظمات الإغاثية بالكشف عن مصادر تمويلها وأيضا دورتها المالية وأوجه الصرف إلى أي مدى يمكن أن يساهم ذلك في تحصين أدائها وبالتالي وصول المساعدات إلى كل الأماكن المتضررة هي يا أختي كما ذكرت منظومة متكاملة هناك فساد كبير ما بين العلاقة ما بين المنظمات الدولية وداخل أروقة المنظمات الدولية بنفسها هذا جانب المنظمات الدولية الآن برغم مرور خمس سنوات على الإنقلاب لم تنقل مقاراتها إلى عذن ولا منظمة لا منظمة الأتشا ولا اليونسيف ولا القدار العالمي ولا الصحة العالمية لا زالت كل هذه المنظمات مقاراتها الرئيسية للأسف الشديد في صنعاء عند حكومة الميليشيات الغير معترف بها من العالم لا زالت هذه المنظمات تعمل وتدعم هذه الميليشيات بجهد كبير جدا لا زال نشاط 80% من هذه المنظمات يتم في مناطق سيطرة الميليشيات الدعم الذي تلقاه هذه المنظمات والذي وصل في العام الماضي أو عام 2020 إلى 4 مليار دولار من الدول المانحة ودول الخليق 80% يصرف منه لمناطق الميليشيات ويذهب معظمه إلى ما يسمى بالمجهود الحربي هذا التواطع من جانب المنظمات الدولية الجانب الآخر التواطع أو الإهمال أو الفساد أو ما شئت عدم قدرة الجهات المناط بها مراقبة هذه المنظمات وتنصيق عملها ممثلة مثل ما ذكرت في وزارة التخطيط واللقنة العليا للإغاثة في متابعة هذه المنظمات وفي محاسبتها هذه الجهادة الشرعية والمعترفة فيها من العالم هي التي تعطي الشرعية لهذه المنظمات وهي التي تسمح لها بإقامة المنظمات الدولية وبالتالي طلب الدعم من الدول المانحة فبإمكانها أن تراقب وأن تشرف وأن تنسق وأن تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل وتوجه عمل هذه المنظمات للمجال الصحيح وللمستفيدين الصحيحين من النازحين وغيرهم نحن كناشطين أطلقنا قبل فترة حملة دولية حول ضرورة إصدار كشوفات حساب لنهاية السنة لكافة هذه المنظمات وأثمرت هذه الحملة بعض الشيء لا حد ما لكن إن لم يتم تجاوب من الدولة مع هذه الحملة بالتالي ما فيش فائدة أقول هناك فساد بمليارات الدولارات للأسفة الشديد يتم جمعه باسم المواطن الفقير والمسكين والمنكوب والنازح والعالق ولا يستفيد منه خمسين إلى ستين في المئة تذهب تشغيل إداري والباقي يتقاسمه والنصابين والسرق فساد هذه المنظمات في صنعاء وفي مناطق الميليشيات بشكل كبير باعتراف برنامج الغذاء العالمي في شهر ديسمبر الماضي يؤكد بأن الميليشيات تنهبه بأن الميليشيات أقفلت على مخازنه بأن الميليشيات تسببت في فساد أطنان من المواد الغذائية في مخازنه في الحديدة في مطاحن البحر الأحمر وبعد ذلك تمت التسوى بين الطرفين وما زال برنامج الغذاء العالمي يشتغل ويعمل من صنعاء في ظل صمت وتخادل وفساد وتهاون من قبل سلطات الشرعية التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى نعم سيد طارق هل تود إرسال رسالة أخيرة معينة للمتضررين من أهل هذا الحي أيضا للجهات المعنية والمنظمات الإغاثية وبالتالي لحكومتنا الشرعية الرسالة أختي الكريمة هي إلى الحكومة الشرعية وإلى الرئيس عبد الربوهادي يجب إعادة النظر في اللقنة العليا للإغاثة يجب توحيد جهود الجهات المنسقة لعمل المنظمات الدولية يجب أن لا يكون هناك مزيدا من تضيع الوقت ومزيدا من تضحيات المواطنين ومزيدا من معاناة المواطنين يكفي خمس سنوات صبر الشعب بشكل كبير جدا يجب أن فعلا إعادة النظر في اللقنة العليا للإغاثة وتشكيل جهة منسقة لكل أطر هذه العمليات بحيث يكون عمل منظم ومحاسب ومتاح للمحاسبة الشفافية أمام منظمات المجتمع الدولي كما ذكرت ثماني في المئة من جهود المنظمات الدولية تذهب إلى مناطق الميليشيا وكأنما يتم عقاب النازحين والعالقين والمناطق المحررة والمجتمعات المضيفة التي في المناطق المحررة وعشرين في المئة من هذا النشاط في المناطق المحررة يكون برامج توعية وبرامج حماية فقط فمرة أخرى يجب إعادة النظر في اللقنة العليا للإغاثة التي ثبث فشلها خلال خمس سنوات نعم نكتفي بهذا القدر شكرا لك ناشط الحقوق طارق سرور كنت معي من مدينة عدن شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب سكان حي الزهراء شرق مدينة تعز تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة